سياحة سياحة المعطيات اللي قدمت هي معطيات كبيرة باقي أسئلة وحدة وخرى رغم نجواب عليها السياحة القضايا اللي الأرقام اللي تكلمتها كتبين بأن هذا القطع هذا هو قطاع مهم ويساهم مساهمة كبيرة في النتيجة داخل الخام في العائدة للصفر يساهم في خلق رواج اقتصادي في البلد يبين بأنه بلادنا هو بالفعل هي وجهة سياحية متميزة عدد كبير من السياح جاو هذا شيء إيجابي عدنا في شهر يوليو زغشت 4.4 نتكلم يعني نعود نتكر بها زيادة دي الـ 21% بلغت العائدة 59.4 من يناير حتى الجوي رطيفة ديها 3.5 جوجة المليار درهم لكن يجب أن نعترف بأنه ترجع بالأساس الرؤية والاستراتيجية اللي وضعتها الحكومة في واحد الوقت اللي ربما كالحديث على السياحة على السياحة بحالي لا ماشي نشو بلاستو ماشي نشو بلاستو لذلك هاد الإجراءات وهاد وهاد الرؤية اللي وضعت الحكومة وخاصة في شيئها المرتبط بالتطورات اللي عرفها النقل الجوي وشفنا الحركية كيفاش عادت المطارات وكيفاش رطفعت يعني العداد المستعملين لمطارات المغربية بين بأنه بالفعل هناك وجهة مغربية قوية ما نسوش أيضا المجهود لحقو المنتخب الوطني للترويج لبلدنا المغرب ما نسوش أيضا المجهود للدارف الاستراتيجيات الترويجية لبلدنا هذا كله إيجابي ولكن كيف ما قلت هاد المجال للطيارة الجوي العب دور كبير وقدمت الرقم اللي عرفوا هذا الارتفاع يعني تقريبا مكان من رفع منطقة الاستيعابية للنقل الجوي المتعاقد بشأنه بينسبة 30% مقارنتين بـ2023 السياحة الداخلية هو موضوع مهم جدا وحيوي وهناك اهتمام بهذا الموضوع هذا لأنه بالفعل السياحة في نهاية المطاف هي السياحة الداخلية وخارجية لكن السياحة الخارجية كتطلب واحد المجموعة دي الجهيزات واحد المجموعة الاستثمارات واحد المجموعة الإمكانيات هذا كله كين في هذه الرؤية الجديدة خاصة ارتباطه مع الوجهات مع الوجهات اللي كتكون في بعض الأحيان عائلية وكتكون مختلفة فهذه كلها قضية اللي موجودة في هذه اللي موجودة